بسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد أمين تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين زي ما سمعنا في السنكسار وسمعنا الإنجيل النهاردة أحد الأعياد السيدية الصغرى هو عيد دخول السيد المسيح للهيكل الوقت اللي دخلت بيقه من العدرة مريم ويوسف النجار وكان في استقبالهم سمعان الشيخ وسمعان الشيخ هو أحد الشيوخ السبعين اللي اشتركوا في الترجمة السبعينية اللي هو الإنجيل اللي معنا ده وكان بيترجم وجيف آية لقاها غير منطقية زي ما أنتم عارفين لما لقى العذراء تحبل وتلد ابنان فبالمنطق ما تنفعش فحبي يغير اللفظ بتاع العذراء لسيدة وامرأة وجاله ملاك في رؤية وقال له أنت هتفضل عايش لحد ما تعين وتشوف بعينيك العذراء تحبل وتلد ابن أنا عايزة أتكلم مع حضراتكم في دقايق عن سمعان الشيخ اللي يوصفه الكتاب ويقول كده كان برا طقيا متوقعا تعزية إسرائيل الكنيسة ترتب أن هذا الإنجيل إنجيل معلمنا لوقى نصليه كل يوم في صلاة النوم لأنه بعد معاين المسيح وشال الطفل يسوع قال كده الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك والكنيسة ترتب ده وقت صلاة النوم يعني عشان إحنا فترة النوم دي كأنها موت مؤقت فبتفكرنا إن إحنا هيجي وقت وهنام هنام نوم طويل بقى مش بننام ونصحة زي كل يوم لا هنام نوم طويل سمعان ده كان آخر يوم في عمره وكان عايش منتظر اللحظة دي فعايز أتكلم مع حضراتكم عن سمعان الشيخ إزاي كان طول عمره منتظر تعزية إسرائيل إزاي كان طول عمره منتظر الخلاص فكرة حلوة إن الإنسان يبقى عايش عمره كله منتظر تعزية إسرائيل ومنتظر الخلاص لحد ما يجي في وقت يقول الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك فكرة الاستعداد الدائم فكرة التأهب هو كل يوم منتظر تعزية إسرائيل فالعايز السؤال العايز أجوبه مع حضراتكم النهاردة إزاي ننتظر تعزية إسرائيل زي سمعان الشيخ إزاي نكون في وضع استعداد دائم إزاي نكون في وضع التأهب إحنا ممكن نكون كتير بننتظر حاجات تانية بنتظر ترقية منتظر أتجوز منتظر أعزل منتظر أهاجر في واحد يبقى عايش عمره كله منتظر تعزية إسرائيل منتظر يعاين خلاص الله في إنسان جاي الكنيسة النهاردة منتظر يتقابل مع المسيح منتظر يتحد بالمسيح منتظر أنه يثبت فيه وأنا فيه في حد جاي الكنيسة النهاردة هو كلها ساعتين إمتى بقى تناول في واحد لما يجي يقرى الإنجيل يبقى منتظر تعزية إسرائيل عايز يشوف ربنا هيقول لي إيه النهاردة وفي حد يقرى الإنجيل عادي خالص وواحد مش في باله أصلا لا يحضر قداس ولا يحضر إنجيل فالسؤال اللي عايز أجاوبه مع حضراتكم النهاردة في دقايق إزاي أنا وإنتم ننتظر تعزية إسرائيل وإزاي نكون في وضع استعداد دائم علشان نفتكرهم وما انتهش هما تلاتته ته اسمها ته التوبة وته اسمها ته التأمل والته التالتة اسمها ته الترك تاني يبقى ته الأولى اسمها ته إيه توبة والتانية تأمل والتالتة ترك ته التوبة الحقيقة اللي منتظر تعزية إسرائيل ومنتظر خلاص الرب ومنتظر إن يكون معاه في السماء ما ينفعش يكون في حياته خطية هتقول لي هو فيه إنسان بلا خطية أقولك لأ كلنا خطاء ده بوليس يقول على نفسه الخطاء الذين أولهم أنا يعني شايف نفسه أكتر واحد خاطي هو اللي شايف نفسه أكتر واحد خاطي ده هو أكتر إنسان محتاج للتوبة لكن المشكلة إن إحنا ما بنشوفش الخطية بتاعتنا وبالتالي مش بنقدم عنها توبة زي العشار والفرريسي الفرريسي كان فاكر إنه بار والعشار عارف إنه شرير يقول كده فهذا نزل مبررا دون ذاك أو المبررا ده زي سمعان الشيخ ده كان برا طقيا متوقعا تعزية إسرائيل فأول ته أو أول مفتاح للبر والتقوى إن الإنسان يشعر بخطيته يبص جواه كده ويشوف إيه اللي معطله لأن الكتاب يقول خطياكم صارت إيه فاصلة بيني وبينكم فأنا مش هعرف أروح السماء مش هعرف أكون منتظر إسرائيل ولا منتظر تعزية الروح القدس ولا أقول الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام طول ما في حياتي خطية خطية بلا توبة خطية بلا توبة كان البابا شنودة يقول كده ربنا مش يجي يقول لك أنت ليه أعملت خطية بس يجي يقول لك ليه ما توبتش فأول ته تدينا أو تخلينا زي سمعان الشيخ ده برا طقيا هي ته التوبة إنسان مشغول بتوبته كل يوم ونشغل بخلاص نفسه وبيقول كده إمتى بقى يا رب بكون معك في السماء فيبص في قلبه كده يلاقي شوية كراهية ينضى في الكراهية دي يبص في قلبه كده يلاقي شوية حقت يبطل دي يبص في قلبه يلاقيه فيه شخص ما بيحبوش ده يروح يحبه ويخدمه ويقدم له محبة كمان ليه مش عشان الشخص اللي قدامي ده يستاهل أو ما يستاهلش لأ بس في حاجة أحلى أنا متوقعاً تعزية إسرائيل منتظر الخلاص منتظر أني أكون معاه في السماء يبقى أول تيه تخلينا مستعدين هي تيه لايه التوبة كل يوم بقى كل واحد يحاسب نفسه ويشوف هو زعر ربنا فيه النهاردة لربما دي تكون آخر ليلة يبقى تيه التوبة تيه التانية تيه التأمل التأمل يعني إيه زي قمنا العدرة مريم كده كما الكتاب يقول إيه كانت العدرة مريم تعمل إيه كانت تحفظ كل هذه الأمور متفكرة بها في قلبه يعني فيه إنسان باصص على السماء كده وباصص كده على إزاي ربنا هيدي له مكان في السماء إمتى أكون معاك فيه إنسان يدخل الهيكل أو يدخل الأداس متأمل متأمل في الألحان الجميلة اللي بتتقال متأمل في لبس الشمامسة وفرش المزبح متأمل في حضن الآب اللي جوه ده باصص على الصليب وعمال يفكر ويحط خطيته كده قدام ربنا لما يجي يقرى الإنجيل فيه إنسان يقرى الإنجيل قراءة عابرة وفيه سموها قراءة تأملية يعني إيه قراءة تأملية ياخد الآية كده يقعد إيه يسرح فيها يسرح من غير وقت يسرح التأمل يدينا فرصة إن إحنا ننتظر تعزية إسرائيل تلاقي ربنا بيبعث لك رسائل تعزية بس أقعد مع الكتاب وقرأ يقول كده فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها خلاصاً فيه واحد الحقيقة الإنجيل مش في باله خالص وحتى لما بيجي يحضر الأداس يقول له وإحنا وصلنا فين والإنجيل يتقرى ولا لسه أو أجي متأخر أجي متأخر على وقت التناول أو يقول الحقيقة يا ابونا أنا ما كنتش عامل حسابة تناول فأنا شربت بقى بقى ميا وبقى شاي بس لقيت نفسي فيه أداس فقول تاقي الحقيقة ده مش متزر تعزية إسرائيل ولا متوقع تعزية الروح القدس ده لقى أداس معدي لقى أداس فدخل كده لكن التهي التانية دي تهي التأمل اللي هي الخلوة يا بخته الإنسان اللي بياخد خلوة بابا شنودة وغالبا أغلب المطارنا والأسقفة بيبقى ليهم وقت كده يشتقوا للدير ويشتقوا للألاية بتاعتهم ويفصل عارفين لما واحد يشد الفيشة هي دي الخلوة شد الفيشة احنا في وقت الحقيقة مخينا كله والدنيا حوالينا كل يوم مشغولين كل يوم مخينا ما بيقفش ده فيه واحد ممكن من كتر التفكير ما بيعرفش ينام فيروح للدكتور يدي له منوم عشان ينام فمخه يعطل شوية عشان يعرف يصحى يشتغل فيه واحد هو نايم بيفكر تمانا بقراطي بقراطي أنا أفصل وأعود مع نفسي كده بعدما الكنيسة تطلع أدخل الهيكل ولو عشر دقايق اللي يجرب الخلوة ما يسلهاش أبدا يبقى التهي التانية تهي ايه التأمل تهي القولكة ايه توبة اصحوا معايا تهي القولكة ايه توبة تهي التانية التأمل آخر ته الواحد علشان يروح السماء ويكون منتظر تعزية اسرائيل ويكون برا طاقيا لازم يكون في حياته ترك تهي الترك بتسيب ايه عشان خاطر ربنا سؤال سؤال بسيب ايه عشان خاطر ربنا ولا انا عايز كل حاجة حب القنية او الاقتناء ده انسان بصص في الارض لكن اللي بيترك زي ما كان قنبا برقام اسقف الفيوم معوش حاجة في جيبه حتى فلوس الخدمة مش بتاعته يطلحها على طول كده يبني يقول له فين بنيت المطرنية يقول له انا بنيت في السماء طب احنا كنا عايزين نجيب عفش ونبني ونعمل لا 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 في حاجة اهم ترك كل واحد فينا لما يرجع بقى النهاردة بيته يبص كده على دولابه ويبص على لبس ولاده ويشوف ايه الحاجة اللي ينفع اتركها وتليق بربنا لان ساعات احنا بنقدم امور اللي هي ايه واحد عايز يروأ البيت ساعات كده لما تيجو جنب الكنيسة الباب الباب التاني فيه ركنة كده اللي عنده حاجة مش محتاجها او مستغني عنها يتبرع بيها الكنيسة بصوا كده بقى الامور او الاشياء دي اللي الناس بعض الناس تجيبها اللي يجيب كرسي مكسور واللي يجيب عجلة ما لهاش ديركسيون هو بيروق البيت وبالاسم هو بيعمل ايه بيطرق او بيقدم لربنا فموضوع الترك ده انت بتقدم فبتحوش في السماء كنت لسه في الزيارة لأحد البلاد خارج مصر واخر يوم وانا خلاص رايح المطار فليت واحد جري علي داني ظرف كده بقوله ده ايه قال لي حطيلي الظرف ده عجبني قوي التعبير قال لي حطيلي الظرف ده في حسابي اللي في السماء عجبني قوي اللي هو استخدمه بقوله يعني اعمل ايه قال لي زي ما تشوف طولي يعني اوجهه مرضى ولا دايما ساعات لما فيه فلوس تيجي فبنسأل الشخص اللي بيقدمها تحب تحطها فين يعني مرضى ولا اخوة رب ولا مدارس ولا علاج ولا عايز تعمل ايه قال لي ما تفرقش بس المهم المبلغ ده يبقى في حسابي اللي في السماء خدني على جنب كده بني وبين قلت له حاطر فلما رجعت اديت الفلوس دي لحد من الخدام قلت له فيه شخص بيقولك حط دول في حساب واللي في السماء عشان هو بينزل السعيد وقرى السعيد والفؤر او الكلام ده ففكرة الترك تخلينا نتزكى كده او نترفع عن امور الدنيا ونفكر في الاخرويات او نفكر في السماويات سيرتنا نحن وهي ايه في السماويات يبقى ثلاث حاجات تخلينا نبقى زي سامعان الشيخ الشيخ متوقعا تعزية اسرائيل وكان برا طقيا ته واحد اسماته ايه توبة اتنين ته تأمل تلاتة ته الترك الالهنا كل مجد وكرمة من الان الى لبن